إذا كنت ترى هذا الفيديو، أعرف رأسك أنك محظوظ لأنه في هذا الفيديو سأعطيك أحسن تقديم للنوفيل غياليست أنتي تولي والشوف فهذا الفيديو سأتطرق الوعدة الثانية لعندنا فمتخلكم وهي لنوفيل غياليست والشوف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سعيد مجددا بلغيكم فضل فيديو تلاميذة الأعزاء أنتم تكونوا بخير وعلى خيره في أفضل أحوان إن شاء الله بالنسبة للناس اللي كتشوف راشيل الأول مرة تشترك في القناة تفعل جرس باش يوصلك منها أي جديد إن شاء الله وكذا الفيديو هذا موجهة تلاميذ دي الجدوع المشتركة كيفما كتعرف سلينة الموضيول الأول وحدة الأولى سلينها اللي هي التيبولوجي تكسيال وكتمنى أنكم تحصلوا على نقاط اللي هي جيدة وبفضل الدروس اللي حتت لكم وبفضل أيضا الفروض اللي حتت لكم وإن شاء الله ستكون ساعدتكم بزاف باش أنكم تواكبوا وكي تحصلوا على نقاط اللي هي اكسيبسيونال منسبة للناس اللي اخذت من لوقات ديرها بتنسوش أنكم تبارداجوا معي اللي ينطفيك ومونتر في هذا الفيديو هذا سنتطرقوا الوحدة الثانية اللي عندنا اللي هي لا نوفيل غياليست والشوف كيف سوف تقول نوفيل نوفيل هي القصة القصيرة بالنسبة للرياليست بكل بساطة جاد من غيال أي أن هذه القصة القصيرة هذه مستوحة إليت انسپيريس كلاك مستوحة من الواقع إذن بكل بساطة غدي نتعرفه إلى واحد القصة اللي مستوحة من الواقع انتتولي لتي تقديلها هو أشوف في هذا الفيديو هذا سنقدم لك أحسن تقديم في المغرب الكامل اللي هو نوفيل غياليست انتتولي وشون لكي تباري معايا في الفيديو السلام عليكم مجددا هنا مرحبا بكم في تقديم ديال الموديول التاني اللي عندنا في الجدع المشترك اللي هو وشون نوفيل غياليست هذا هو الفيديو اللول اللي غنحط لكم فيما يخص الفهم ديال الكتاب وكراحطت لكم ديجا يعني الكتاب كامل ديال أوشون القصة كاملة حتى تاليكم يعني قريتها سطر بسطر وحاولت يعني نترجم لكم maximum possible ديال الكلمات واتخذوا أيضا يعني الأحداث اللي عندنا في القصة هذي لنبدأ مع الفيديو اللول ديال اللي زان فوغماشيون جنرال وكيف ما كانت تعرفوه أوشون هو واحد هي واحد لا نوفيل غياليست واحد القصة قصيرة ولا لنقف هذا الفيديو هذة غدين تعرفوه على بزاف ديال العناصر غدين تعرفو على بزاف ديال اللي غدين يخليوكم تفاهمو مزيان أوشون الحاجة اللولة هي اناليز دو تيتر الحاجة التانية اتود دو باراتكست الحاجة التالتة المترجمات الحاجة الرابعة رجوع لتناية الحاجة الخمسة موفمو لتناية الحاجة الس абائع Couldtagح التالك التالتونية من حاجة الأمموم��� claro نحن نرى 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 قبل أن نبدأ الطريقة التي نهجتها هي الطريقة التي تنهجها منذ الآن ستبقى تتبعها و تنهجها في تحليل الكتب سوف ترى في الدورة الثانية سوف ترى في السنة الأولى سوف ترى في السنة الثانية أول كتاب سوف تتعامل مع هذا العام سوف ترى الطريقة للتعامل مع الكتاب أول شيء نبدأ بالاناليزة التطريقة التطريقة على المستوى التركيبي هي فراز أو سيطانم على المستوى الدلالي التطريقة العنوان مقسم كما ترى في السنة الثانية المستوى الدلالي كما ترى تجمع لا تتركيب المترجم للقناة مركز المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة على المستوى التركيبي وعلى المستوى الدلالي نشرحه ونقوم معك هنا ننمhd نقرأ the first page into coverture ونتأخذ فيها الأول the first page is this the first page is the counting the title and the title and the image caricatur There's a ترجمة نانسي قنقر 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 شخصيات التي لديها مصداقية في نوفيل غياليست أي شخصيات التي هي واقعية إفت دو سوربخيز على فن بل خصائص ديال لا نوفيل لأنه تلقى في الخر واحد لشوك واحد لسوربخيز واحد المفاجأة في الخر غير منتدارة هذا هو لجونغ لترار إلا سوالك الأسد الفرن شنا هو لجونغ لترار أتقولي لا نوفيل غياليست لقالك أعطني الخصائص ديالها هو ما هادو عن دوزو دابل لموفمون لترار أتنسون كورون لترار ما شهو موفمون لترار لموفمون لترار هو لرياليسم أشنا هو لرياليسم إلا سوالك أسد على موفمون لترار ولا كورون لترار كورون أو بيان موفمون هو لرياليسم شنا هو لرياليسم إكسPRIME LE PLUS FEDELMENT POSIBLE LA REALITY يعني لرياليسم هو واحد تيار أدبي سيطان كورون لترار سيطان موفمون لترار ملي كنقولك تيار أو حركة أدبيا هي اتحاد مجموعة ديالكوت يعني واحد الغروب دياللز إكريفان كي تتحدو وكيوجهو الكتابة لواحد الموضوع معين وكأن لرياليسم هو هد الكتاب هدو قرروا أنه مركزو على الوصف ديال الواقع بكل أمانة سيجدر إكسPRIME PLUS FEDELMENT يعني كنوصف الواقع كيف ما هو لرياليتي باندغلو غيال صن لدياليزي كيرسمو الواقع بلا ما يعطيو واحد طابع ديال الميتالية عقلو على التعريف هذا أفضل ديكريغ لرياليتي صن ماكياج يعني كيوصف الواقع بلا ما كياج كيوصف الواقع كيف ما هو صن فلتر سيكلار؟ هذا هو لرياليسم ستا لو كونتكست دلوف الكتاب هنا غادي تكتب في لديزنابيام سيكل القرن التاسع عشر دي شانجمو ونيفو بوليتي كولتر صوشيال الالتغير فرنسا هنا غا تعرف تغيرات كبيرة المستوى بوليتيك سياسي المستوى التقافي كولتر المستوى الاجتماعي ولمستوى الادبي غادي اون پيريود دوغرون دانستabilت بوليتيك يكون تغيرات في الحكم ريفوليسيون طوارات ديفت سي ريجيم بوليتيك ديفيرون ستادي الحكومات غاديوزو في القرن التاسع عشر لبيرتي كونتر اوتوريتي لبيرتي كونتر اوتوريتي يعني الحرية ضد السلطة يعني الناس كان ضد السلطة وكانتطوارات بخغغي كونتر تتطور علمي ضد تتطور سيونس كونتر غوليجيون كان واحد الصراع بالعلم بين الدين بخغغي تكنولوجيك تكنيك يعني التطور تكنولوجي تقني لامونتي ديموكراسي هنا ستبدأ الديمقراطية كتطلع في فرنسا لغوشيخ دول لبيرتي هنا اردو البل يسورك الاسد على كونتكست سياق التاريخي ديال الكتاب تكتب لي شي حاجة من هات شي فوالا هذا هو القرن التاسع عشر معروف بالتوارات و بالزاف ديالسراعات اللي عرفت فرنسا انادك لقدر سباشيال دو لما كان في لنوفيل اولا لنوفيل كتدوس في لبيدو كو لبيدو كو تسام لحظم عيام زيان السورة هو لقدر سباشيال التمبر ورياليس يعني واحد البلاس في فرنسا يعني لما كان عندنا هنا رياليس لكم نورمان يعني voilà نورماندي واحد البلاس في لنورماندي أبارتنا أو بسام parيزيان سيكلا دو شوميار الماكان فشكت دو قصة بالضبط واحد لدو شوميار جوش ديال أكوار جوش تعال ديور مبنيين بال والا لشوم يعني voilà على شكل كو voilà لدو شوميار ات كوت اكوت voilà اون شوميار شنا يالا شوميار لاحضون بزيان هاد صورة هادي لشوميار سيكت اون ميزون روغال واحد للميزون اللي كالقا في لولاج في للميزون traditionnell دو لأوروب كي تير سننو دو سات وات من ستح ديال اللي كي كون ركوفر دو شام باي دو بلي voilà لرزيومي رزيومي واحد دو هنا لرزيومي اللي يعني عائلات فقيرة عائلات ديال الفلاحة كي عيشوا بصعوبة دو تغ انغرات انجو واحد النهار يعني هما عايشين بخير وعلى خير بقي ها رجع لغزيومي فيديو خاص هنا يمكن انجو لدي بيار كوبل غيش مستغيل آغيف وفلاج و لدي سيد دو بطي دو سي انجو هاد هاد غيش بهم بزاف و هنا ديك سيد اللي ريش غتقرر انها تبنى واحد منهم والا الغمار كي لزون بوكو دو انفان فالوال غيش بهم ولد لتو و يدخل عند لتو و لكن لتو فسي درنية رفوس بيز الكنسيد كو ست تون و ست ست كو دو و ص prop رفو لتو تقول لهم اللعب و العر انكم تقول لهم ينبيع لكم والدي لأنهم هما اعطوا طلب مقابل المال لكو السيغل هذا اللوكو هذا غيش لجبيغ لا يفقدون الامل سيدخلون الضر الثانية و سيطلبون منهم مقابل لحد لصن درجون هذا سيقبل طبيعة الحال بعد سنوات هنا يعني سيقبل مشكل صراعات غيجي الحسد الغيرة من طرف العائلة دي لتو و غيبدو يعرف لفالان انهم كي بيعو لدهم و كان من بعد سنوات غيجي جون فالان غيجي غيجي الى آخره غيرجع فقط مع مادام ديوبيغ أما مسيو ديوبيغ غيجي مات فضل لحظة هذي صن لكس غيجي لجالو غيشوف صغلو الابن اللي كانوا طلبوه يعني ربما بعد عشرين سنة اللي طلبوه لجوبيغ اللي تيوفاش غيجي يعني غيجي الحسد وغادي يحسد الغير والأو هنا غادي يمشي عند الآباء دي ويقول لهم علاش ما عطيتونيش أنا التبني فاشطلبوني أنا اللول ولا وهنا غادي يكون يعني غين نكر لهم الجميل دي لهم دو لavoir بخي دي دون في إزي وبخي دو بي الغير المتوقع هو أنه غادي يخلي والده برغم أنه والده ما تخلوش عليه وما عطوش ف التبني عند ذو البرسوناج principaux عندنا 3 فمي la فمي اللول لتو vache la فمي التانية لتو هاد لفمي هاد 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 خيشتركو بزاف دي الصفات les مام كاركتير سي عشنا هاد الصفات هاد 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 ترجمة نانسي قنقر 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 في الفروض الادوبسيون تبني واش نتمع ولا ضد الغجون واش كيدير الساعدة ولا لا الطمع الغيشيس الفقر الانغراتيتود مكرى الجميل الجالوزي الغير والحسد القوة الفلوس المادة يعني من لك يكون الفلوس يتخلون الناس على المبادئ الحياة الناس البادية الحياة البادوية اخر حاجة نترق لها هي الفيزي دولوف الفيزي دولوف سمحوا لي هنا رقم 12 نسيت هنا رقم 12 يتحط رقم 12 اخر محور سمحوا لي الفيزي دولوف الفيزي دولوف الفيزي دولوف الكتابة دي كلها وصف بيوصل لنا شيحويج بلي كي سقولك الأستاذ كالي لا موغال دو تيكست ولا لا فيزي دولوف ولا لا موغال دولوف اول حاجة يعني شنو الهدف شنو المساج اللي بغا يوصل لنا من هاد القصة هاد اللي كتب ديكريغ لا فيزي دولوف بيوصل لنا الحياة ديال العائلات الفقيرة لغ صفرانس للمعاناة ديالهم لغ قوتيديا الحياة اليومية ديالهم من قبل وميديوك مسألة الثانية كاريكاتوري للموند ويلا غروندي بيرسم لنا العالم فين كبر مسألة الثالثة بيرسم للمعاناة ديال العائلات البداوية مع القاري ربعة منتري الامبورطنس دو لرجون بور شنجر لسيطواصن ديفسل لأهمية ديالفلوس باشي غير لوضعيات الصعبة المسألة الخامسة ديسيني لو بورتخي بيرسم لنا لو بورتخي سوى فالوريزون سوى سيلبي ولا إيجابي دياللي پيزان إنهو عشر لبيزان كبرف لأكمباني و بيرسمنا بيرسمي الله تعالى وبركاته